أهلاً بكم النهاردة هنبدأ مع أول قصة للأطفال وهي من مجموعة المكتبة الخضراء القصة اسمها الشاطر محصوص لقلم يعقوب الشاروني ورسومات هاني دايد كان يا مكان يا سعد يا إكرام ولا يحلل كلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام كان زمان في مدينة كبيرة جداً بتحكمها ملكة الشريرة وكان في المدينة دي في أميرة جميلة جداً كل ما يتقدم واحد شاب عشان يخطبها كانت الملكة الشريرة تطلب منه طلب صعب جداً أنه هو يحققه مثلاً كانت تطلب منه أنه هو يدور لها على أحجار كريمة أو مجوهرات ضاعت منها من زمان أول أو تطلب منه أنه هو يجب لها تيور غريبة من أماكن بعيدة أو أنه هو يشيل صندوق تقيل جداً صعب إن حد يقدر يشيله الوحد واللي كان ما يقدرش يحقق اللي هي بتطلبه منه كان بيتسجن في جزيرة بعيدة خالص ويفضل طول حياته مسكون على الجزيرة دي يرعى الأغنام بكل مائز مدينة صغيرة بعيدة عن المدينة اللي عيش فيها الأميرة كانت في شد اسمه محزوز محزوز كان ابن حاكم المدينة الصغيرة وكانت من عادة أهل المدينة أن هما يسفروا ويعملوا مغامرات ويتفرجوا على بلاد العالم ولما يرجعوا يقعدوا يحكوا عن المغامرات وعن الحاجات الغريبة اللي شفوها في البلاد التانية كان دايماً بيحكوا عن الأميرة الجميلة اللي محبوزة في أصر الملكة الشغيرة وعن الناس اللي كانوا بيقدموا لخطبتها كان دايماً بيكون مصيرهم الحبس على الجزيرة وأنهم يقضوا حياتهم كل لعب يرعوا الأغنام الأمير محزوز طلب من والده أنه يسمح له أنه يسافر وأنه هو يجرب حظه ويروح يخطب الأميرة لكن الوالد رفض تماماً وقال له يا ابني أنا ما عنديش ولد غيرك إزاي تسافر لوحدك أنا لا يمكن أبداً أوافق على كده لكن محزوز ما يأس فضل يقنع والده أنه يسمح له بالسفر وآخيراً الأمب وافق بس على شرط لازم تعتمد على نفسه وقال له يا ابني أنا مش هقدر أديك حاجة غير حصان أبيض تأخذ الحصان ده وتعتمد على نفسك في بقية الرحلة محزوز فرح جداً وأخذ الحصان الأبيض وخرج من المدينة محزوز خرج من المدينة ويدوب بعد شوية سمع صوت ست عمالة عيط قرب منها وقال لها مالك بضعيتي كده ليه؟ قلت له أصلي أنت مش عارف حكايتي أصلي أنا مرة واحدة سكتت وبصت للحصان الأبيض وقالت له إيه ده؟ حصان أبيض مفهوش لون غير الأبيض قال لها أيها إيه المشكلة؟ قلت له أصلي أنت مش عارف حكايتي أنا كنت ماشي وكان معايا ابني جيه وحش غريب وقوي جداً خطف مني ابني ومشى محزوز قال لها طيب راح فين؟ ونصفي لي المكان اللي راحه فيه وأنا أروح أجيب لك ابني قالت له لأ ما تقدرش لازم أنا أروح أجيبه بس أنا لازم أكون ركبة على حصان أبيض مفهوش أي لون غير الأبيض محزوز من غير ما يفكر لأنه شه مجدع نزل من على الحصان بتاعه والدالة الستة اللي بتاعيه وقال لها خدي أنت الحصان اركبيه وروح يهاتي ابنك وأنا هكمل طريقي من غير الحصان وربنا يساهم محزوز ركب الستة على الحصان والحصان انطلق بيها لكن محزوز لاحظ أن فيه نور حوالين الحصان وحوالين الستة والنور ده بيزيد كل ما الحصان بيبقى وفجأة الحصان وقف والستة بصت لمحزوز وقالت له أنت شاب طيب دوع ترجع للمدينة بتاعتك تاني كمل طريقك وحتلاقي خمس حاجات عجيبة هتشوفها في الطريق واختفت الستة بعد كده ومحزوز وقف مزهول مش عارف هل هو كان بيحلم ولا دي حقيقة والستة دي إنسانة زينا ولا ملك لكن الحقيقة إنه اكتشف إن الحصان بتاعه خلاص مش موجود الطريق كان طويل ومثاب ومحزوز كان لوحده عشان كده فكر إنه هو لازم ياخد أصدقاء يختارهم هو بنفسه ويكونوا مساعدين بليه وهو ماشي في الطريق فجأة وهو ماشي بيفكر لعه حاجة زي ما تكون صخرة كبيرة في نص الطريق قال يا ربي إيه ده اللي قطعي بطريق كده إيه الصخرة كبيرة دي قرب منها محزوز وبيبص لقاها بتعلق وتوضى بتعلق وتوضى كأنها بطن حد بيتنفس محزوز قرب واكتشف إن دي مش صخرة ده راجل كبير جدا ضخم قوي نايم في نص الطريق أول ما محزوز قرب من الراجل اللي نايم الراجل فتح حاني فمحزوز سأل انت بتعمل إيه هنا؟ قال له أصلي أنا جنت نايم عشان أنا يا أم بنام يا أم باكل وأنا الصبح فطرت وخلاص نمت وقمت جاعت فمحزوز قال له وفطرت إيه الصبح؟ قال له أنا فطرت يا ده ثلاث بقرات وميتر ريف عيش محزوز استغرب انت فطرت ثلاث بقرات وميتر ريف عيش ونمت وقمت جاعت قال له أيوة بص أنا حوري لك حاجة الراجل الكبير قام وبإيد واحدة شال شجرة طلحها من الأرض ومسكها كده بإيد واحدة رفحها في الهو ورح مرة واحدة مسك شجرة تانية بإيده تانية ورفحها من الأرض وبقى ماسك الشجرة تيد في إيديه حصوز استغرب خالص من قوة الراجل وقال له طيب انت بتشتعل إيه؟ بتعمل إيه هنا؟ رايح فين؟ قال له أبدا أنا رايح أدور على الأكلتين ومحزوز قال له طب إيه رأيك؟ تمشي معي الراجل قال له ما عنديش مانع أمشي معيك كمّل محزوز مشواره مع صاحب العملات وبيبص في السماء لقى وش الست اللي كانت بتعايد واللي كانت ده الحصان بتاعه كانت بتبصله وهي بتبتسم كأنها بتقول له برافو عليك كمّل هتوصل كمّل محزوز مشواره ومرة واحدة قام هوا جامد جدا بقى يزقهم لدرجة إن هما كانوا بيدوروا على مكان يستخبوا فيه من الهوى ده بيبص محزوز وصاحبه لقوا راجل قاعد قدام طواحين هوا وبيستدن فتحة مناخيره بصبعه الراجل اللي عجيب ده لما لقى محزوز وصاحبه مش عارفين يوقفوا من كتر الهوى نزل صبعه من على مناخيره وفي ساعتها الهوى وقف وكمان الطواحين بطلت تدور فمحزوز سأله إيه ده إنت بتعمل إيه هنا؟ قاله أنا بشتغل طحان لو الرياح وقفت أنا لازم بشغلها بالهوى اللي بيخرج من مناخيري بسد فتحة من فتحات مناخيري بصبعي الهوى بيطلع كله من الناحية التانية وبيشغل الطواحين دي فمحزوز استغرب جدا وستغرب أكتر لما شاف ودنه لعق إن ودنه الشمال كبيرة جدا فمحزوز قاله وإيه ودنك دي كمان؟ قاله لا الودن دي تسليتي بقى قاله يعني إيه تسليتك بتعمل إيه بودنك؟ قاله بص راح موطي على الأرض وحط ودنه على الأرض فمحزوز قاله إنت بتعمل إيه؟ بتعمل كده ليه؟ قاله أنا بسمع كل حاجة بسمع السمك اللي بسمع اللي تحت البحر وبسمع الأشجار وهي بتكبر تحت الأرض وبسمع كل حاجة بسمع النمل اللي ماشي تحت الأرض وبسمع كل الأصوات قاله بتقدر تسمع صوت الأميرة اللي عايشة في القصر بعيد مع الملكة الشريرة؟ قاله أيوة هي دلوقتي قاعدة بتعيض علشان فيه شنب جديد تسجن بسببها محزوز سأل الراجل هي الطواحين دي ملكك؟ قاله أبدا مش ملكي ولا حاجة ده أنا بشتغل عند راجل بخيل حتى مش بيدفع لي فلوس كويسة فمحزوز قاله إيه رأيك تيجي معنا وتكمل معنا الرحلة فالراجل قاله أجي مجيش ليه يعني؟ ساعتها محزوز بص في السماء وشاف تاني وش الست الجميلة وهي بتضحك له وتقول له كمل يا محزوز برافو عليك هتوصل محزوز كمل طريقه مع صحابه الجداد الراجل الضخط والراجل أبو منخير وودن كبيرة هم مشين شافوا راجل قاعد مغطي عينه بغطى من الخشب فمحزوز قال يا حرام يمكن الراجل ده يكون عنده مرض في عينه جد تاني قاله لا ده ممكن أصلا يكون ما بيشوفش فالراجل قال لهم استنوا استنوا ده أنا بشوف أحسن منكم كلكوا وأحسن من الناس كلها أنا بقدر أشوف السمك اللي تحت المية وبقدر أشوف اللي ورا الحيطة وأقدر أشوف أي حاجة ما بيش أي حاجة ممكن تتداري عن عينيه أبدا بشوف كل حاجة فتحت الأرض وورا الحيطان وتحت المية وبشوف بالليل وبالنهار فمحزوز قال له طب انت ممكن تشتغل مع الجيش وتكسب كويس جدا قال له بس أنا كمان ممكن اشتغل مع ولد زكي زيك فمحزوز قال له ايه رأيك تمشي معانا والصاحبنا قال له اجي معاك وطبعا فكمله محزوز ومعاه الراجل الضخم ومعاه الراجل أبودن كبيرة وكمان الراجل اللي بيشوف كويس مرة الثالثة محزوز يبص في السمك ويشوف نفس الوش الست اللي كانت بتعير وهي بتبتسم له وكأنها بتقول له كمل يا محزوز صح كده ماشى محزوز مع اصدقائه لغاية لما لقوا حاجة قطع الطريق حاجة زي ما تكون فرع شجرة مرمي على الأرض محزوز قال له ايه ده ايه اللي رم فرع الشجرة كده صحبه اللي بيسمع كويس قال له لا على فكرة ده مش فرع شجرة ولا حاجة ده دراعات راجل بس هو طويل قوي ودراعاته طويلة جدا قال له اصدادة قال له ايوه انا سمعه بيتنفس محزوز فضل ماشي مع الدراعات فضل ماشي 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 لغاية لما وصل لراس الراجل وصحوه من النوم قال له ايه ده انت زي دراعاتك طويلة قوي كده قال له انا ممكن كمان اخليهم اطول من كده وكمان رجلية طويلة جدا وانا مش بقدر امشي برجلية اللي اتنين مع بعض وإلا حبقى سريع جدا جدا وعمر ما حد حيقدر ليلحق عشان كده لما باجي امشي فامشي على رجل واحدة وعلق رجلي التانية على افايل نحك محزوز وقال له طيب انت ايه بقى اللي من ايبك في الطريق كده قال له اصلي انا كنت باشتغل عند امير والامير ده بعتني في رحلة طويلة جدا لكن من كتر التعب نمت محسدش بنفسي فالامير زعل مني وطردني لان اتأخرت ونمت في الطريق فمحزوز قال له طيب ايه رأيك لما تيجي معنا وتمشي معنا فالراجل قال له طيب ماشي اجي معيكم وماشى محزوز ومعاه صاحبه الجديد ومعاه التلاتة التانين والدخين واللي بيسمع كويس واللي بيشوف كويس ودلوقتي كمان معاهم صاحبهم الطويل خالص والمرات دي كمان محزوز بص في السماء وشاف نفس الوش بيتحق جمل محزوز واصدقاء الطريق والدنيا بقت حر والشمس حامية بيبصوا لقوا راجل لافز بلته تقيل ومغطي بيه كل جسمه وقافل كل الزراير محزوز قال له ازاي انت لابس كده انت مش حران؟ قال له اصلا انا جسمي بارد جدا لو قلعت الجاكت او حتى فكت الزراير بتاعت البلتو بتاعي الدنيا حواليه هتبقى برد والجليد هيغطي الارد عشان كده انا لابس البلتو ده ومغطي جسمي كله علشان الدنيا متبقاش برد قوي والجليد ما يغطيش الارد فمحزوز قال له طب ايه رأيك تمشي معنا؟ الراجل قال له امشي معاكم فضل محزوز ماشي في الطريق ومعي اصحاب كلهم الراجل الضخم والراجل اللي بيسمع كويس والراجل اللي بيشوف كويس وكمان الراجل اللي ادريعاته ورجليه طويلة والراجل اللي بيحاول الدنيا حواليه لجليد وبال فضلوا ماشيين ماشيين بغاية لما وصلوا للمدينة الكبيرة اللي بتحكمها الملكة الشريرة واللي محبوسة فيها الأميرة عملوا ايه؟ وازاي انقذوا الأميرة؟ اللي هنعرفه المرة الجاية ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة